السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم يا أجمل متابعين إن شاء الله يرب تكونون بأحسن حال يا هلو غلا فيكم نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة صلوا عن نبي اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وننطلق لقصة اليوم ويقول صاحب القصة يا هلو والله أنا شخص عندي أخ واحد وعندي ثلاثة أخوات من فضل الله الحمد لله أمي أبوي وعايشين بالبيت وأحلى حياة في القصة اللي بأقولها وبحكيها اليوم عن أختي الوسطى أختي هذه غير عن كل أخواتي وغير حتى عن بنات عمي وبنات خالي والحارة وأحسها غير غير عن باقي بنات العالم كلهم بنت فرفوشة حبوبة طيوبة تقرأ أفكارك إيش تبغى إيش تحتاج إذا عرفت يعني أنك أنت بتكشت تجهز عزبتك وأغراضك تسوي لك شي تأخذه معاك إن جيت عندها وشافت لمة البيت كده متجمعين والله راحت وطبخت لنا شيء وزينت لنا شيء وجابته لنا فأقول لكم غير غير مرة عن باقي أخواتي دائما تجي تفتح مواضيع تناقش فيها أحيانا حتى والله العظيم يصير مالي خلق أني أطلع فمو خسارة أني أقضي معاها يعني الويكند مو خسارة أني يضيع الويكند حقي عشانها أبدا الجلسة معاها لا تمل وبجد يعني أختي هذه علاقتي فيها جدا قوية وعلاقة أهلي كذلك جدا قوية فيها يعني تحسون أنها هي المرجع الأساسي لنا حتى أخوي اللي أكبر مني وأختي اللي أكبر منها دائما ترجع لها تحسون أن فيها سبحان الله حكمة وماشاء الله عليها راكدة ورزينة فسبحان الله مرت الأيام وانخطبت أختي الكبيرة وتزوجت فجو الخطابة لأختي الوسطى يخطبونها اللي هي عنها هذه القصة طبعا كانت ترفض أنه خير والله ما أنا متزوجة والله ما أخلي أمي أبوي يا بنت الحلال روحي طبعا كنا نجبرها ويجبرونها أمي أبوي كانت ترفض أنخطبت اللي أصغر منها أختي اللي أصغر منها وجاها نصيبها وراحت وتزوج أخوي الكبير وتزوجت أنا فصارت أختي هذه الوسطى جالسة في البيت يعني مع أمي أبوي مشت الدعوة يعني سنة سنتين والله ما أخفيكم لازم أنا يوميا أمر على أمي أبوي فكنت جي إذا جيت ألاقيها ما شاء الله مجهز القهوة والشاي والحلى ومبخر البيت ومنظف الدنيا وجامع لنا سوالف ما شاء الله لا قوة إلا بالله كنا دائما نقول لا يا فلانا يا حظ اللي بيأخذك كنا نخاف حتى نعطيها عين ولا نحسدها فسبحان الله مرت الأيام سخن أبوي يوم من الأيام وكانت هي اللي ترعا وتقوم فيه مرة ما خلت لنا مجال حقيقي كانت هي اللي تقوم فيه بكل شي كانت تسندها كانت يعني تدهن رجولها حتى أنه طلع فيه سكر كل يوم هي اللي تعطيه أبر السكر 24 ساعة تسوي له تحليل سكر ما تخليه كانت تنام عنده أمي أبوي ما تنام بغرفتها ما طول أبوي بالسخونة توفى رحمة الله عليه يوم توفى تضايقة أمي وتحسون سبحان الله تغيرت حالها وانتكست ما عاد هي الأولى اللي نعرفها فعاشت هي وأختي بالبيت فجيت أنا أبضغط على أختي أبغاها تتزوج والخطى طيب ما زالوا ما شاء الله يترددون علينا صح أن أختي ما هي كبيرة يعني توها صغيرة عمرها 26 بس أنه برضو لازم تتزوج بهذا العمر نحاول فيها منا منا رافضة فرحت الأخوي الكبير اللي أكبر مني قلت له اسمع ما هي كنسوي الخطة ما في لحل واحد نخليها تتزوج قال أخوي شوه قلت بحكم أني أنا بيتي أكبر من بيتك أنا بأخذ أمي عندي بقول لأمي تعالي عيشي عندي وشي طبيعي أن أختي بتجي تعيش معها بس أنها بتنضغط شوي يمكن أنها تنحرج ويكون الضغط عندنا يعني أقوى شوي قال لي والله سوي اللي تبغى فجيت عند أمي قلت لها ما رأيك يما كذا وكذا تجين تعيشين عندي طبعا أمي رفضت فقمت أشرح لها الوضع قلت يا يما بس عشان فلانة عشان تزوج أختي ما يضيع عمرها ما يروح يمكن أنها تستحي يمكن كذا يمكن كذا فتكفيني يما ما دام إنك أنت بهذا البيت لسه موجودة ما رح تتزوج أبدا قلت يمشي معاي هي بتجي معاك يعني بتصير يعني حجتنا بالضغط أقوى بتستحي إنها عايشة عندي وانا والله العظيمة جماعة اني بس كان ودي إنها تتزوج زيها زي أخواتها زي بنات جيلها قالت أمي ما دام الدعوة حيلة يلا من وجد له حيلة فليحتال والله وتجي أمي حبيبتي عندي وتجي عند أختي قالت لها أمي بالروح عند أخوك طبعا رفضت أختي قالت ليش يما لا خلينا ببيت أنا ببيت أبوي قالت أمي والله عاد بالروح المهم وتلم الأغراض وجات أختي مجبورة وحقيقي جوا عندي وملو علينا البيت واستانسنا فيهم وزوجتي فرحت فيهم والأمور تمام وكل شي من أحسن ما يكون لين جاء يوم من الأيام واحد يخطبها هذا الرجل يمكن خطبها ثلاث مرات الرجل هذا ما يتزوجت أو إنه مطلق ما يوضعه المهم أنه من الجماعة فكان يجيني من أول يقول لي أنا عندي بنت من زوجتي الأولى وكذا ما افتح معاه الموضوع على طول أقول يا رجال فكنا بس ما حنا مزوجينك فكل ما كان يجي ويفتح معاي باب الزواج قلت لا لا أكلمني كم مرة حقيقي ورديت فدخل واسطات كلم أخوي الثاني اللي أكبر مني صار فيه ضغط الين وصل الموضوع لأمي وأختي فجاء يوم من الأيام صلى معاي بالمسجد وخطب رسمي قلت كيف يا رجل أنا قلت لك بالتلفون لا وكذا قال لا إن شاء الله إنها بتزين وانتروح شاور أهلك اسأل عني وتكفى وأنا طالبة كيف لا وحقيقي أنا ما أصريت ولزمت على أختك إلا لإني سمعت عنها كل خير وأبيها لي والبنتي قلت لي خير اش فيها زوجتك الأولى قال والله ما توفقنا ومطلقها قلت يعني زوجتك ما توفت قال لا والله أنا مطلقها ما توفت قلت خير إن شاء الله صراحة أنا ماني مقتنع فيه مرة ماني مقتنع فيه ودي والله العظيم أن أختي تعيش زيها زي غيرها يعني تتزوج واحد لسه ما معاه وحده يكون أول زواج له جيت للبيت قلت لأمي قالت أمي والله أختك بلشتني قالت شوف أختك إما أنها ترفض من نفسها أو شوف الوضع فجأت أختي الكبيرة بيوم من الأيام وقالت لأختي موضوع الخطوبة وأن عندها بنت وأن مطلق وبنت عمرها تسع سنوات وأنه خطبك أكثر من مرة وحنا ردينا فالآن الموضوع عندك تبغينا أو لا قالت أفكر باستخير أخذت لها كم يوم جاءت بعدين عند أمي قالت لها أنا موافقة قالت أمي كيف وشلون قالت والله يم خلاص أنا بأخذ مو عشانه عشان بنت أبصير لها أم وصديقة وكذا رحمة فيها يعني ولنا والله يم ما أنا ناوية للعرس أبدا ودي أن نروح بيتنا بس أنت الله يهديك أحرشتين وجدتين هنا عند أخوي قالت أمي خلاص خير إن شاء الله بأقول لأخوي كيرد عليه جاءتني أمي فعلا قالت أختك موافقة قلت أمي كيف والله أنها تستاهل أطيب منها قالت أمي عاد والله أنها موافقة رد من الرجال المهم رديت على الرجال بعد عشر أيام واستبشر خير وجاءنا طاير ودفع المهر وملك واتفقنا قال أريد يصير الزواج بيننا وبين كم والله وحطينا لنا يعني ذبيحتين بالبيت وجاء وأخذ أختي وراح فسكن بديرته ديرته هذه بعيدة عن مدينتنا يعني تبعد 200 كيلو راح الرجال فأختي من النوع اللي يعني فل بقروب العيلة مهسترة مهسترة فينا وتركب علينا مقاطع وتصور وتنزل لنا يعني بالقروب كذا أصوات وضحك وفرفش القروب فرفشة يعني فرفشة العائلة صراحة هي الوانيسة للعائلة حقيقي راحت مع زوجها جلست كذا أسبوعين ثلاث فقدناها طبعا علاقتنا فيها مرة قوية مع كل أخواني أكيد لكن أنا معايا أكثر يعني أنا متعلق بأختي هذه أمي ما غير كانت تسأل عنها فلانا ما دقتها فلانا ما اتصلتم عليها ما كلمتكم ما قالت لكم تب تكلمها فتقريبا أمي تتكلمها وأختي تدق عليها فبعد ما عد أسبوعين أنا رحت اتصلت عليها ها كيف كم طيبين فالحمد الله وضعها كويس قلت فلانا ما بتزورين قلت بأشوف بأشوف ان شاء الله خير بعد شهر ونص جتنا زيارة كنت متوقع أنها بتجلس عندنا فجلوا عندنا العصر وجلسوا عندنا تعشوا معنا مشهو على طول كنت أحاول فيها ومتحاول فيها رفضت قلت لا مقدر مقدر كانت تعذر إن زوجها عنده شغل وأنه لازم أرجع معاه المهم رجعت فتقريبا لنا عنها شهر ونص حتى زيارة كانت عشوة بسيطة وراحت وتجلس عننا وتغيب بعد زواجها تقريبا بعد هذه أربع تغييرها فكل شهر بعد شهر تتغير تتغير راحة الأيام تقريبا جلست بعد زواجها بسبع أشهر وجدتنا زيارة نفس الزيارة الأولى جو العصر قاعد شوي تعشوا ومشو وأنا حقيقة حتى أختي ما جاز لشكلها مرة ما عجبتني ما عدت شارك بالقروب عندنا ما عدت ترسل زي أول مع التعلق المهم مرة مرة متغيرة كتير يمكن أنها لا هي مع زوجها أول أيام الزواج لكن الحين لها سبعة أشهر ما عم عقولة حتى السناب ما تدخل عليها أصلا نرسل لها مقاطع ما تفتحها حتى نرسل صوتيات ما تفتحها أبدا مع أنها كانت محبين السناب فكنت أقول لنفسي ربيش السالفة ماذا في هذه البنت اتصلت عليها مرة من المرات دقت مرتين ثلاث أربع ما ترد فبعد ساعة تقريبا رجعت هي دقت علي قالت أبد يعني ما كنت عند الجوال وسامحني فأخذت الأمور سهالات هاي بنت الحلال شفيك ما في قالت ما في شي طيب لماذا تجون زي اول لماذا اتنامين عندنا قالت لا يا صعب عليك ما ودي يعني اني اعنيك واتعبك فردودها ابدا ما كانت مقنعة أنا أختي غالي علي بس اني ما ادري قصتها مع زوجها فالمهم تقريبا تمت تسع أشهر من زواجها ما شفناها إلا مرتين وكانت أمي يعني وضعها ما يطمن أمي دائما ما على لسانها لفلان وفلان أدق عليها ما ترد علي شوفوا أختكم ها والجرى لأختكم ليش ما تردون ليش ما تأحد يعطيني خبر وش تعرفون ليش ما تروح لها فتتأخر يعني فلانا تتأخر علي ما تكلمني أحيانا تكلمني اليوم الثاني البنت متغيرة وانا والله يا ولدي مرتحت لها بنتي فيها شي قلت لها يوم طيب يوم جات لماذا لم أسألتها قالت والله أني لم أترك عنها شي واني أسألها لكن أنا أعرف بنتي بنتي فيها شي لكن ما اللي فيها مدري قلت لأمي خير إن شاء الله أجل ما يبغى لها لأنا أروح لهم البيت قالت يتسوي خير روح وشوف يجي هذا اليوم كان يوم الاثنين والله واركب سيارتي وأروح للمدينة اللي هم مساكنين فيها وأنا ما أدري حتى فين بيتهم ما أدري بيتهم فين لما وصلت للمدينة اللي هم فيها أدق على أختي مرة مرتين ثلاث ما ترد جوال هيرين بس ما ترد فبعد ربع ساعة اتصلت علي هي هلا والله بأخوي كيف شخبار ومن هذا السوالف قلت لها الحمد لله تمام المهم ترى أنا عندي شغلة في الديرة جنب ديرتكم أنا بخلص اللي في يدي وعلى طول يعني ما دام إني قريب قلت أمرك وأسلم عليك وأشوفك وأشرب معك في نجال القهوة فكأن السماعة كذا انقطعت والخط انقطع قالوا قالوا ما ترد يعني زي اللي انصدمت قلت ها خير رأسا ما تريد أنني أريد أو أرجع أجيك أو أذهب قالت لا لا أبد الله يحييك ولكن متى قلت لها خلاص بعد نصف ساعة رسليلي بس الموقع قالت لي زين زين طيب أرسلك يا واتس وأقفل الخط وأنتظر ها ما أرسل أدق عليها واتس ما ترد أدق اتصال ما ترد تقرأ ما وصلني البيت قديم شعبي دور واحد يعني ما كان من المفروض أصلا أنها تسكن في ذالبيت خاصة ما شاء الله إن ما دية ومرة كويسة وقفت عند الباب نزلت دقيت دقيت الباب أختي ما ترد أدق عليها حتى اتصال ما ترد أرسل واتس تقرأ ما ترد أدق الباب أرن الجلس ما لا ترد ولا تفتح ولا فيه صوت آدمي ولا شيء أجلس حوالي 10 دقائق عند الباب إلا وابو نسب يوقف بالسيارة يا هلا يا مرحبا وجد الزيارة المفاجئة يا الله أنك تحيي وأسلم عليه يأتي عند الباب الخارجي طبعا الباب كان مكفول قافلة والله يدخل فلا تنسون أختي قايمة فيه وببنته ويدخل داخل جوه وأدخل معاه في باب البيت يعني قدام إلا ويفتح برده مكفل مكفل تخيله بالقفل يعني بالمفتاح فأنا شيء طبيعي أن أختي أمون عليها البيت ما في له وإياها أو بنته يعني بنته بالمدرسة حتى من الطبيعي ندخل الصالة يوم دريت كذا لفتح المجلس حق الرجال تخيله حتى مجلس باب الرجال مقفل يا ربي ما هذا الخبل مهبول حتى مقفل البيبان حتى المجلس لم يسلم منه يقلقني المجلس يعني يدخني جوا في المجلس ويروح ويدخل جوا جوا البيت واسمع صوت القفل وأخذ لي حوال ثلاث دقائق كذا أو أربع ويجي عندي يهلي ويرحب طبعا منطوقة وكلام وكل تجي أختي يتسلم علي وهي واكفة وتروح قلت لها تعال 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 وين تعال يجلس قاتل القهوة يعني كان يمديها حتى أنها تضبط القهوة من بدري يعني وين من قلت لها أنا أجيك المهم نجلس سوالي في سوالي فنوية وجهت أختي بالقهوة وأسولف مع زوجها أختي كانت منزل رأسها وتصب القهوة طبعا هذه مي أختي ما أعرفها حتى لو كان هذا زوجها والله جماعة هذه مي أختي أسولف أنا وياه وأنا قلبي على أختي هو يسولف ويضحك عادي المهم بعدها استأذن قال أنا بروح بصلي بروح للعمل وبحاول استأذن للعمل وترى غدا كيفلان عندنا لازم أنك تتغدى عندنا فقام يقول لأختي شوفي أخوك طالعي فيه كان يرفض الغدا حتى يتغدى عندنا طبعا قامت تقول لا لا يتغدى عندنا وكذا قلت أنا خير خير إن شاء الله بعدها طلع طبعا الآن صفال الجو أنا وأختي والله أقوم مجلس جنبها ويلا حيف لانا عساك طيبة كيفك يوم راح أشرق وجهها وارتاحت واضح من وجهها أنا ضايقة مصدومة والله يا جماعة حالتها حالة نحفانة ومبهذلة قلت لأي ماذا فيك يا أخيتي قالت الحمد لله بخير قلت لأي ماذا فيك أنت متغيرة علينا قلت لأي ماذا لا لم تغيرت عليكم ولا شي قلت أقول لا تقول لم تغيرت علينا قلت أقول لك لا في شي أضغط عليها أضغط لا شغلة ولا مشغلة هنا أنا ترى جاي بسمت عني عشانك وقارصني قلبي عليك أنا وأمي وأشد عليها بالكلام أشد أشد قلت لأعلميني مضايقك ذا الخبل بشي قايل لك شي يعني مسوي لك شي أنا بس أسأل هذا السؤال اللهم فجرت تبكي تبكي أنا يوم شفتها تبكي خلاص سكت فخلتها تهدى قلت استهدي بالله واذكر الله وكذا سلامة تشفيك علميني قوليلي قلت وش أقول وش أخلي علمني وش أقول قلت لها شفي قولي قلت والله يا أخوي أني شايفة من المر شايفة نجوم والظهر قلت لا أفلان زوجك قلت يا والله أفلان ترى مو على شكله ولا على كلامه لا يهمكم الكلام قلت وش فيه وش يعني ش يسوي قالت موسوس وشك فيني ويراقبني فتت جوالي يحذف برامجي حقة الجوال جوالي أنا صرت راميت ومعد أطالع فيه أنا مليت منك ريحت البيبان يقفلها علي والله لو يتصل ويلاقي جوالي مشغول يجي يركض من عمله يأخذ جوالي ناظر بس يقفل عني المطبخ والله العظيم مو صاحي أنا نهبلت وأنا أسمعها والله العظيم جماعة ضاق علي ثوبي قلت لها فلانة تقولين وانتي صادقة قالت والله العظيم اني صادقة كل البيبان حقة البيت مقفلة وحالتي ما يعلم فيها إلا الله قلت طب لا ما علمتينا قلت اللي فيكم مكفيكم ما ادخل مشاكل عليكم وكل واحد مشغول بحالة وكذا قلت وش اللي مشغول بحالة هذه ما تنسكت عليها تعال يعلميني علميني أنا على قل أنا غير قلت لا والله يا يا اني ما ودي اني اصير عالة عليكم وابل شكم قلت اصبر يمكن انها تنفرج يمكن تلحق تصبر هذا ما ينصبر عليه فقامت تقول لي والله يا اخوي اني يمد يد علي مو صاح المهم عطتني الاول والتالي فاذا كلمت قال لي لطولين واذا في اتصال قال لطولين فمرة متسلط علي السوق ومسوق ما يودين يقول علي مين انتي اشتب وانا اجيب لك حتى ملابسي هو اللي يجيب هالي انا ما تحمل تنرفس قلت لها قومي قال وش قلت قومي اجيب اغراضك اركبي معي قسم بالله لو لم قمت الحين ولميت اغراضك واخدتها انك لتطلعين معي بلبسك لاخذ اشيلك السيارة لما شافتني كذا صامن تروح تلم اغراضها وتاخذ ذهبها وتركب معي ونمشي طبعا زوجها جاء بدري من الدوام يوم جاء يدور يفتش ولا ما في احد لا زوجت ولا اخوها فكان راجعين هو بنت يدق علي ما ارد عليه فقبل ما اصل بيتي الا اخوي الكبير يدق علي انا وين اك قلت نعم اش بغيت قال فلان يدق علي يقول ان اخوك جاء عندي واخذ حرمتي قتب تخلط انت اعتبر البيت كأن بيتك والله العظيم انها دخلت في مستحية قلت لها انا اقول لهم ان انت جاء زيارة ولا تخاف محب داري وتدخل البيت كأن ها زايرة ويفرح اهل البيت امي زوجتي والله حتى عيالي نبسط فيها نجلس ونفلها وزوجها ما زال يدق علي وأنا سافه ولا حتى الأرقام الغريبة ما أرد عليها لأنه توقعت أنه بيدق علي من أرقام غير رقمه فلما أخذ الموضوع حول أسبوع دق علي أخوي قال تراها شغلنا أذانا رد عليه شوف ولا شوف لك حل أنت وياه قلت لا لا خلاص معلك أنا بيدق عليه المهم يرجع هو يتصل علي زوجها هلا بالنسيب يلا حيي شلونة قلت الله لا يحييك أفا ينسيب ليش قلت وش ذا الفعل اللي تسويه بأختي والله العظيم لولا خوفي من الله ولا يجيك علم ثاني والله ينسيب مدري وش أقول لك قلت وش تقول أصلا غير الفشيلة بالله هذا فعل تسويه والله ينسيب أني مريض وأني تعبان قلت المريض ترا يروح يتعالج إذا كنت مريضي حبيبي روح تعالج لا تضغط على أختي لأنت مرضاء إذا أنت مريض لا تعرس لا تجلس تتبلى خلق الله وتسب حرمتك الأولى لأن فيها مشكلة وتطلقها والبلد ترا كل فيك لكن ما يبين شي على قولهم بعد ما طاح الفاس بالرأس عرفناك قال والله ينسيب أني بتعدل قلت والله ما فيها بتعدل أنت رجال وإن شاء الله أنك بتطلق بالطيب ولا بيننا المحاكم لكن إن شاء الله أنك بتطلق غصبا عنك وفلوسك بتوصل نرميها في وجهك وأقفل الخط بوجهك قلت لأختي لا تردين عليه أبدا قلت أصلا أنا بقفل جوالي مرة ما أبغاه أنا بفتك حتى من الجوال كرهني فيه فأختي انبسطت عندنا وفرحت وكذا استبشر وجهها وتهلل وبدت تذكرنا بهذهك الأيام وسعت صدرها فرحنا فيها والله تمضي الأيام سبحان الله ويعدي على هذا الكلام حول الشهر وهالنسيب ما زال مصر يدق ويرسل رسائل وأنا سافها حول الشهر وفجأة أختي طاحت علينا فاكتشفنا أنها حامل قلت هذا والله البلشة طبعا أختي جيت عندها قلت لها فلان قاعد يدق عليك وكذا قلت تكفيخ ويفكني منها انت سووا اللي تبغى وكذا أنا ما أبغى أرجع لطلقوني منها فكني منها سووا اللي تبغون المهم ما عدا أشوف وجهها أنا ما عدا أبغى العرس أنا بجلس كذا بدون رجال طول عمري طبعا أنا لما عرفت أنها حامل جيت جلست معاها هاي فلانا طيب إش رايك قالت والله ما دري يا أخوي أنا الحين حامل والولد بيجي وأنا هنا وأبو هناك ورأي رايك قلت لها خير إن شاء الله ويجي هذاك اليوم ويدق عليه فأرد عليه هاش بلا كي نسيب إن شاء الله لنا الأمور بتزين قلت لها اسمع ترى زوجتك حامل قال زين الله يبشرك بالخير لعلها فاتحة خير لعل دلولد يعدي للأمور لعل كذا كذا قلت اسمع اسمع أنا ماني قاعد ألف وأدور أنا وياك أنا عندي هنا شقة مفصولة عن البيت أنا بعطيها أختي والإيجارة بتدفعها أنت وتعطيها مصروف وكل شيء إذا جيت ديرتنا تعال عندنا وإذا رحت ديرتك ما علينا منك تبه تنقل وتجي هنا وتسكن هنا عندها الله يحييك لكن أختي أنا أبغى أدخل عليها متى ما بغيت وأطلع من عندها متى ما بغيت أنا وأمي وأهلي غير هذا الحكي والله العظيم ما شفت شيء ولا بتشوف شيء ولو ما تتعدل بيننا وبينك المحاكم وبتطلق غصبا عنك جاز لك أهلا وسهلا ما جاز لك في أمان الله واسفها وقفل الخط وأخذ لي يومين اللي يدق علي قال لي تم أدفع الإيجار وبأدفع مصروف وخلها عندك وبجيها وأنا والله العظيم ما سويت هذا الشيء لعشان أختي لأني حسيت أصلا لما نعرفت أنها حامل ما طاوعها قلبها تطلق عشان اللي ببطنها قمنا والله ورتبنا هذه الشقة الصغيرة وضبطناها الأختي وصارت تنزل عندنا تجلس معنا إذا جاء زوجها طلعت وقفلت الباب اللي بيننا وبينها وهو في نفس الوقت يعني ما عاد يتجرع عليها دين يدري أننا جنبها يدري أننا حولها وحواليها فأنا أقول من هذا المنطلق أختك لا تخليها لا تنقطعون عن أخواتكم سبوعين ثلاث شهر اسألوا عنهم إيش فيك كيفك إيش أخبارك ها كيف فلام معاك والله العظيم لو انقطعت ومحاط السكين على نحرها ما تعلمكم فإذا ما كنتم تتواصلون معاهم باستمرار ما حيعلمونكم أخواتكم لازم تسألون عنها لازم تسألون عن زوجها تلاحظون تصرفاتها تشوفونها فالأخ الحريص على أخته يقدر يستنتج وضعها سوالي فهمها مع زوجها حيبين كل شيء أما أنك تجي في يوم وليلة ولك غايب عنها دهر ها كيف فلام معاك والله لو أنها خبلة ما قالت لك الأخت سبحان الله إذا حست بقرب أخوانها تقوت والزوج أصلا يهاب يصير لها هيبة ما يقدر يتجرأ عليها يلمسها لمسة بس إذا حست أن أهلها ورا ظهرها لكن سبحان الله وهي كمان ما تجرأ عليها إذا حست أن أخوانها وراها سند تقدر تدافع عن نفسها ما تصير ضعيفة ما يقدر يستقوي عليها في الغلط فالأخ دائما لأخته وأب وظهر وقوة وسند وعزوة وسعادة وحنان فاسألوا عن أخواتكم تفقدوا أحوالهم مو بس بالمال حتى بالكلام حتى بالملاطفة بكل شي حتى لو هم مزوجات شوفوا محتاجين شي يبغون شي ترى مو معناها إذا وحدة مزوجة خلاص ما تحتاجك بالعكس المتزوجة تحتاج أخوها أكثر من اللي ما هي مزوجة بس حياها يمنعها من أنها تسأل عنك أو كذا فاسألوا عن أخواتكم كم من أخت تحتاج سؤال أخوها سواء دعم مادي أو دعم معنوي باللي يقدر الواحد اللي عنده أختي خاف الله فيها أخواتكم المطلقات الأرامل اعتنوا فيهم رجاء إلى هنا انتهت قصتنا لليوم أتمنى أني أشوفكم في قصة جديدة وفيديو جديد أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله إلى ذلك الوقت أستودعكم الله شكرا للمشاهدة